اشتركوا في القناة شو حكوا عناك دخلك والله شوهوا بيسمعت كتير دكتور بيقولوا انه انا غير انساني عنيف وكل افكاري شيطانية بس المشكلة مو هون دكتور لكل هاد الحكي ما في مشكلة لكن وين المشكلة المشكلة انهم طعنوا في نبوة رسولنا الكريم دكتور كيف يعني عم بيقولوا انه كلامه موحى به من الشيطان استغفر الله العظيم لعن الله الكفر المفترين مو انت حكيتني المرة الماضية انه عمر اوحى للرسول بايات قرآنية ايه شو اصدق انه سيدنا عمر شيطان لا ما قلنا هيك لكن شو اذا كان عمر الانسان بيقدر يوحى للرسول ايه فالشيطان كمان بيقدر ايه والله المنطق تبعك منطقي دكتور هيصارت مرة مع الرسول في سورة النجم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبيه الا اذا تمنى القى الشيطان في امنياته شايف كيف ايه شو عم يحكو غير شي عم بيقولوا انه محمد بن عبدالله صلوات ربي عليه هو النبي كذاب العياذ بالله العياذ بالله يا دكتور هاي الاتهامات قديمة جدا من ايام الرسول سيد اسلام تصور انهم عم بيقولوا انه رسول ما كان يعرف انه هو نبي مرت خديجة هي اكدت له انه هو نبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة يا خديجة هذا جبريل قد جاءني قالت قم يا ابن العم فاجلس على فخد اليسرى فقام رسول الله فجلس عليها فقالت هل تراه قال نعم فقالت فتحول فاجلس على فخد اليمنى قالت فتحول رسول الله فجلس على فخدها اليمنى فقالت هل تراه قال نعم قالت فتحول وجلس على حجري قالت فتحول رسول الله فجلس في حجرها قالت هل تراه قال نعم فتحصرت وألقت خمارها ورسول الله جالس في حجرها ثم قالت هل تراه قال لا قالت يا ابن العم اثبت وابشر فوالله انه لملاك وما هذا بشيطان ايه واضحة الزلم ما كان بيقدر يميز الملاك من الشيطان لو لا خديجة واذا خديجة كلامها مصصائب بتكون كل الامة الاسلامية في ضلال ايه ايه بس خديجة اخذت الرسول لعند ابن عمها القص ورقة وكمان هو اكد على نبوة نبينا تاخد اتنين من الكفار دليل على نبوة الرسول يا اسلام ايه شو فيها دكتور مو على اساس شهادة الكفار لا تجوز ها دكتور شو هالاسئلة اللي بلى طعمه ايه كفي كفي وعم بيقولوا بالحياة ان ابن عمها القص ورقة هو مصدر الوحي ثم لم ينشب ورقة ان توفيها وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يترد من رؤوس شواهق الجبال ايه واضحة ليش بيفتر الوحي بموت الزلمة لو كان وحي من عند الله ليش الله بيفتر؟ لا دكتور بس من حين لاخر جبريل بيعمل استراحة شو فيها يا اخي؟ ما فيها شي عمر اوحى بالحجاب والنقاب الشيطان اوحى بالسجود للأوثان والقص ورقة اوحى بالمسيحيات والاسرائيليات في حدا غير هون شاركوا بالوحي؟ لا دكتور بس هيدول مو معقولة انه شيطان الرسول اللي صار مسلم يكون شارك كمان بالوحي؟ ها هاي نظرية جديدة دكتور من مين جبتها؟ اشتركوا في القناة